الأسماك العظمية الصفات العامة الصفات العامة للأسماك العظمية تندرج الأسماك العظمية تحت شعبة الحبليات، شعيبة الفقاريات، فوق طائفة الفكيات، فهل تعلم ما هي أهم خصائصها؟ تصنف الأسماك العظمية من ذوات الدم البارد، حيث تعتمد درجة حرارة جسمها على حرارة البيئة الخارجية. يتميز التركيب الخارجي للأسماك العظمية بوجود جلد به غدد مخاطية، ومغطا بالقشور، وهذه القشور مغطاة بطبقات العاج والمينة، ويمكن تقسيم القشور إلى عدة أنواع على النحو التالي. قشور دائرية أو شوكية عظمية كما في سمكة البولطي، قشور جانودية كما في سمكة البوليبيتريس، وقشور كزمودية كما في السمكة الرئوية، ألبرتو بيتريس، أما بالنسبة للزعانف فهي مدعمة بأشعة زعنفية عظمية، وعادة ما يكون الذيل متماثلا أو ثنائيا أو غير متماثل، كما تضح وجود جهاز الخط الجانبي العلوي والسفلي، والذي تتمثل وظيفته في الإحساس، وبالنسبة لفتحة الفم، فهي طرفية، وبها أسنان، وهذا هو سبب تسميتها بطائفة الفكيات، وتكون الفكوك متطورة ومرتبطة بالجمجمة، العيون متطورة، وعادة ما تكون بدون جفون، والآن إلى التركيب الداخلي، حيث نجد الهيكل العظمي مكونا بصورة رئيسية من العظام، وتكون الفقرات واضحة ومميزة، تستمر آثار الحبل الظهري في أغلب الأحيان، وتصل الدماغ بفصوص بصرية متطورة، وتوجد أذن داخلية فقط، أما عن المخيخ، فهو متطور ومتعرج، ويخرج من المخ عشرة أزواج من الأعصاب المخية، يتكون القلب من أربع حجرات، وكرة الدم الحمراء بيضاوي، ولها أنوية، يتم التنفس بواسطة أربعة من الخياشيم، تحمل على أقواس خيشومية عظمية، تفتح في البلعوم، وتغطى الخياشيم بغطاء خيشومي عظمي، وجد عادة مثانة هوائية، تسمى بمثانة العوم، والتي تتحول في بعض الأنواع إلى رئة بسيطة، كما في السمكة الرئوية، يتم الإخراج بواسطة الكلة، أما عن الجهاز التناسلي، فعادة تكون المناسل زوجية والإخصاب خارجيا، حيث يتم في الماء، ولا يوجد في الذكر عضو تزاوج خارجي، كما في كلب السمك.